المثالية والسعي للكمال منن فضيلة أو تفوق المآييس العالية اللي منحطها لنفسنا ولأهدافنا نتيجة خطيرة بتوصلنا للفشل وللتأجيل ليه؟ كل الأجوبة بلا قيود تابعوني تحية محبي كلنا بوقت من الأوقات منحب نكون أفضل ومنحاول نوصل للأفضل منحب نصير أفضل بعملنا يكون ولادنا على أفضل سلوك منحضر أجمل طاولة لضيوفنا لما منتواجد بمحل معين ما حدا يقدر يوجه لنا ملاحظة كلنا وكأنه ينقال عنا ست الستات سيد رجال ما في علينا ولا مأخد وكأنه كاملين يمكن نقدر نوصل مرة نكون هيك مميزين ممتازين لكن أنه نس على الامتياز والتفوق والكمال هيدا هدف مرهق ومستحيل أنه يتحقق على المدى الطويل بيوصلنا للانسحاب الكامل للخيبة وأنه نتخلى عن أهم أهدافنا بالحياة لأنه ما بيعود فينا نكمل المأييس العالي يلي ما نحطه لنفسنا ما بتعود تخلينا نكمل يلي بدينا فيه كتير مهم أنه دايما نحاول نتحسن بكل أمور حياتنا المأييس العالي للعمل بتدل أنه عندنا مسئولية وعندنا التزام وشخصية قوية كمان المأييس العالي بتخلينا نعمل كل شيء بأكبر مجهود وما نضيع وقت وما نقبل بالأقل لكن المثالية والكمال بيخلونا أو بيخلوا وصولنا لأهدافنا صعب كتير أحيانا مستحيل وإذا وصلنا دايما بيكون الثمن كبير بيكون على حساب أشياء إلى كتير أهمية بحياتنا المثالية أو السعي للكمال ما أنهم بس عدو الجيد لكن السعي للكمال مع الوقت بيصير عدو الإنجاز ما منعود ننجز نوصل لوقت ما منعود نعمل يلي لازم نعمله لأنه خايفين نعمله غلط خايفين ما ننجح الفرق بين المثالية أو محاولة الوصول للكمال وبين السعي أنه نكون أفضل لما منعمل الإشياء بأفضل طريقة ممكنة يعني عنا تصميم ورغبة أنه نعمل الأفضل ضمن قدرتنا ومصادرنا وضمن وقتنا يعني نحن دايما عم نعمل أفضل ما فينا يعني عم حضر مثلا وجبة جيين ديوف ما بعمل عشر أصناف من الأكل مع أنه قدرته المادية ما بتسمحلي ميزانيتي ما بتسمحلي هيدا محاولة وصول للكمال أو المثالية ما بيشتغل كل نهار على حساب وقتي مع ولادي وعلى حساب راحة جسمي هيدا بدافع المثالية هيدا مجهود مدفوع بالمثالية أو رغبة الكمال لما منحاول نعمل كل شي على أكمل وجه هيدا بالواقع ما أنه مجرد مأيس عالية منحطها على نفسنا لكن حقيقة هيدا الشعور أو الرغبة بالمثالية والكمال هي رغبتنا الكبيرة أنه الناس يقبلونا أنه نثير انتباع كتير كبير عند الناس حتى يشوفونا مميزين حتى يقبلونا بتعبير تاني حقيقة السعي للمثالية والكمال هني خوف أنه الناس يرفضونا خوف أنه الناس يشوفونا أقل أو فينا نقص خوف من رأي الناس خوف من الفشل السبب الحقيقي وراء هيدا الخوف المرعب هو الطريقة يلي تربينا فيها خلينا نقول مصدر السلطة بحياتنا يلي كانوا هني السلطة بحياتنا أهلنا أو الأشخاص يلي ربونا أساءوا استخدام سلطتهم كأهل كانوا دايما من تقدين ما بيشجعوا دايما عندهم غضب وأي شي بنعمله بيحسسونا أنه ناقص مش كافي مش مزبوط بنكبر ما منعود نعرف شو الشي اللي يلي بيكفي منصير بدنا الإشياء كاملة لأنه شعور جواتنا أنه نحن بحد ذاتنا مش كافيين في شي ناقص جواتنا بكل شي بنعمله منكون حذيرين منعيد الشغلة مئة مرة هادي هي المثالية مناخد ثلاث ساعات على شغلة بده عشرين دقيقة هيدا الساعي للكمال منضلنا ندقق بالإشياء وبأصغر التفاصيل وما منعود نقدر الإشياء الجيدية اللي أخدت وقتنا مع أنا كتيري لا لأنه بدنا الكمال بيرفكشن بدنا كل شي يكون بيرفكشن المثالية بتخلينا نرفض بشكل قاطع نرفض إنه نحن نغلط عنا أناعة تامة إنه مش نازم نعمل ولا غلطة وإذا غلطنا يعني فشلنا أو إنه نحن أشخاص سيئين لأنه خيبنا ظن الآخرين فينا مع الوقت منصير نشوف نفسنا إنه مش مؤهلين مش متل غيرنا ما عنا كفاءة وإنه نحن أقل من غيرنا نتحول لأشخاص حساسين أي كلمة تزعجنا منكون أشخاص متوترين مليانين قلق وغضب وبالنهاية شعورنا بيكون الخيبة بالوقت نفسه منحط على غيرنا المأييس نفسها بدنا شريك حياتنا مثالي وأولادنا فوق الغلط ومنصير ننتقد كل شي وكل الناس أهدافنا بتصير عالية جدا لكن النتائج خطيرة لما منحط أهداف مستحيلة رح نتحطم إذا ما قدرنا حققنا هالأهداف بينما لما منسعى حتى نعمل أفضل شي ممكن نعمله منحط أهداف كبيرة لكن أهداف بتتحقق بمأييس معقولي هدفنا بالحياة دايما لازم يكون أنه نحن نكون حقيقيين مش نكون كاملين هيدا هدف حياتنا أنه نعيش صادقين ونكون حقيقيين مش نوصل للكمال والمثالية رب يسوع بيدعينا أنه نكون كاملين لكن كاملين بنواي قلوبنا سالكين بحسب الفكر الإلهي كل شي بنعمله ما تكون مرجعيتنا توقعات الناس أو خوفنا نحن كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل هيدا الكمال ياللي بيدعينا إله المسيح ما إله هدف أنه ننال إعجاب ورضى الناس وقبولهم ما إله هدف أنه نتجنب حكم الناس علينا ورأي فينا وانتقاداتهم ورفضهم إلنا هيدا الكمال ياللي بيدعينا إله المسيح نابع من قلب مكمل بمحبة الله ومحبة المسيح هيدا الكمال مصدر عيوننا ياللي مركزين على الله مش على نفسنا يعني مصدر التركيز على الله مش على نفسنا المثالية المثالية بتخلينا نعيش مركزين على نفسنا لا عم نحاول نحمي نفسنا ما بيعود فينا نشوف أي حدا تاني ما بيعود فينا نحسب حساب لحدة تاني ما بيعود فينا نوثق بحدة لا لأنه مركزين على نفسنا خايفين على نفسنا بأي سابقة بالإصحاح نفسه متى الإصحاح الخامس بالموعيزة على الجبل لما المسيح بدي يعلمنا الفرق بين التدين والإيمان الفرق بين القواعد والوصايا وعمل النعمة والفرق بين محاولة الوصول للكمال بأعمالنا وبين أنه نعطي الله الفرصة يكمل كل نقص بحياتنا وجواتنا رب يسوع بعلمنا أحب أعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات لغاية من كمالنا نحن لكن أنه نكون بالفعل أبناء الله هو مصدر الأمان بحياتنا هو فايد المحبة بقلوبنا هو السلطة الحقيقية على حياتنا السلطة يلي فيها كل الحق لكن كمان كل النعمة إذا عملت شي غلط النعمة بتكفيني وبتغطيني الكمال الحقيقي هو المسيح فينا المسيح قدت إجا حتى يكمل عدالة الله على الأرض وطبيعة الله فينا لهيك العهد الجديد بيعلمنا بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين المسيح هو الإربان يلي أكمل إلى الأبد كل مؤمن مقدس بدم المسيح المسيح عاش كامل ومات وقام لأجلنا ودفع ثمن تكميلنا قدام الله الأبد لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه الكتاب لمقدس مليان بقصص عن نعمة الله وصبره تجاه كل الخطاط أبطال الإيمان والأشخاص العاديين كمان الأشخاص يلي حتى أسماؤن من ذكرت من رأسة المرأة التي أمسكت بفعل زنا ما منعرف اسمها الرب يسوع بالنعمة قال ولا أنا أدينك بالحق ألا بالحق ألا اذهبي ولا تغطئي علمها الحق لكن النعمة غطت خطياها وغفرت له كمان الكتاب المقدس بيخبرنا عن موسى براهيم داود بطرس كلهم كانوا أبطال إيمان لكن بوقت من الأوقات قدام الخطيئة كانت أقدامهم منطين ما قدروا يرفعوا نفسهم فوق الغلط صارعوا ووقعوا ومرات كتير بحياتهم ووقعوا بالأغلاط البشرية وهي الأغلاط سجلها الكتاب المقدس حتى يخلينا نعرف أن الوصول للكمال هو مطلب إنساني مستحيل طبيعتنا محدودة والمحدود ما في يكون كامل يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تغطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار ما نحاول نكون كاملين ولا بأي شيء من حياتنا الإيمانية لحياتنا البيتية لدرسنا لعلاقاتنا نعطي مجال للحديث الغلط ما ليه الحديث الغلط هو بعدين بيصير سبب لأن أعرف بعضنا أكتر لنتعلم نعطي مجال إنه ما نعمل كل شيء بالشكل الكامل لحتى نختبر النعمة عند الناس ونقبل إنه الناس يغلطوا لحتى يشوفوا النعمة اللي عنا إيها إذا غلطنا مع نفسنا ومع الآخرين ببيوتنا ما نخاف من هيدا الغلط لكن نسعى دايما نتعلم من أخطأنا ونكبر ما رح يوصل وقت ونصير كاملين الأشخاص المثاليين بفكروا إنه المثالية فضيلة لكن بالواقع المثالية هي هوس بالسيطرة على كل الأمور حتى نضمن إنه ما يكون أي شيء غلط لكن نحن مسيطرين كمان المثالية فيها نوع من الكذب لأنه عم نحاول نوصل لشيء مش حقيقي ما نوفينا المثالية هي فقدان الشعور بالأمان خاصة نحن بنفقد شعورنا بالأمان خاصة حول الناس يلي بدنا رضاهن ما منعود نشعر إنه عنا حري لا لأنه بدنا إيهن يكونوا راضين ما منحس بالأمان إلا إذا الناس يلي بيعنونا بيكونوا راضين عنا هيدا كمان نوع من الكذب لهيك كمان أي تعكير بمزاج الآخرين إذا كنا نحن أشخاص ميثاليين بيخلينا نحس بالزنب وعدم رضاهم بيخلينا دايما متأهبين حتى نعمل الإشياء مرات قبل ما يطلبوها ومنفكر إنه هيدا الاستعداد هو عطاء وخدمة وإنه نحن دايما مستعدين إنه نقدم الأفضل ومنفكر إنه هيدا يلي رح يعطينا الفرح وهيدا يلي رح يعطينا السعادة وعلاقات كاملة لكن النتيجة الحقيقية هي خيبة وأحباط وغضب ليه؟ لأنه عم نضغط نفسنا عم نستنزف كل قدراتنا ما عنا قوة ما عاد عنا وقت ومنحس دايما إنه ما عم نلحق الإشياء يلي نحن فرضناها على نفسنا وبالوقت نفسه ما عم نقدر ناخد قد ما نحن عم نعطي المثالية بتخلينا كمان نوصل لعدم الاستقامة ما فينا نعيش مستقمين ليه؟ بسبب خوفنا على نفسنا دايما عنا استعداد نخدع الناس حتى لو ما كانت هينيتنا لكن منخدعهم حتى نحمي نفسنا لنحمي نفسنا مستعدين نخدع ونتلاعب ضميرنا كمان بتأسى لما منسعى للكمال كيف؟ ما منعود نحس مع حدا لأنه عنا طريقتنا ومنفكر إنه عنا قوتنا وما منعود نحس مع الآخرين أو نقبلهم أو نقبل الفرق بيننا وبينهم منصير آسين مرات المثالية بتدفعنا كمان لحياة سرية هاي من النتائج الخطيرة يلي بتوصلنا لإلى المثالية والسعي للكمال الحياة سرية إشية منعملها بالسر حتى نرتاح من الضغط يلي جواتنا والقلق مرات شهوات مدمرة مرات عداد سيئة ما منحب حدا يعرف فيها لكن الأهم إنه المثالية بتخلي إيماننا وعبادتنا مشوهة ليه؟ هويتنا منّة بالمسيح هويتنا وإحساسنا بنفسنا بيجوا من قبول الآخرين إلنا بسبب تفوقنا بسبب إنجازاتنا بسبب سمعتنا الجيدة بسبب بيوتنا المرتبة أولادنا المهزبين عبادتنا لأله بتتحول لعبادة لنفسنا كيف فينا نعرف إذا نحنا أشخاص مثاليين؟ فينا نسأل نفسنا هل عنا صعوبة إنه نحقق الأشياء بالمأييس يلي نحنا حطيناها على نفسنا؟ لما برتب بيتي بياخد كل النهار وبوصل لوقت مرهقة وبحيس إنه ما عم شوف البيت متل ما أنا بدي وكل الوقت غضباني لأنه زوجي وولادي عم يتحركوا البيت عم يعملوا فوضى هل عندي دايماً شعور بالأحباط والتوتر والغضب وأنا عم حاول طبق المأييس يلي أنا حطيتها لنفسي؟ مأييسي بتخليني ما خلص على الوقت؟ ما خلص شغلتي؟ ما أوسق بالناس؟ ما أتصرف بعفوية؟ المثالية أو السعي للكمال بأسره على سلوكنا على تفكيرنا وعلى مشاعرنا لأنه بدنا كل شيء كامل دايماً مننتقد نفسنا منتحول لأكبر وأقصى عدو ومنتقد لنفسنا من بعد منكون أخذنا وقت طويل كتير حتى نعمل يلي عم نعمله منشوفه أنه منه كامل هيدا رح يوصلنا للأحباط يخلق فينا قلق ومرات بيوصلنا لليأس كمان تفكيرنا دايماً بيكون كارثة إذا غلطت قدام حدا رح اتبهدل ما في يتحمل حدا يزعل مني ومنحط على حالنا وكأنه واجب واجباتنا هاي الواجبات اللي نحن منحطها على نفسنا أنه ما نخيب ظن أي إنسان فينا واجبنا أنه ما نخيب ظن إنسان فينا مين عطانا هيدا المهمة؟ نحن حطيناها على نفسنا تعبنين ومرهقين منا لكن نحن حطيناها على نفسنا إذا أخدت استراحة من الشغل بخافي يفكروني كسليني إذا أخدت فرصة بخافي يقولوا عني عم بيع وقت إذا أبني تيبوا علي ونبقع صغيري بخافي يقولوا عني أم ما بتعنيها النظافة وما بيهم أولادها بيصهر كل الليل مثلا تلاميذ بيصهروا كل الليلة يحضروا امتحان وبيبقوا مرعوبين إنه ما رح يعملوا منيح بالامتحانات مرات حتى منخاف إنه نتوقع الخير لما بنكون مثاليين منخاف نتوقع الخير ومنخاف نتوقع النجاح ومنخاف نقول لحدا على الأكيد أنا رح أنجح لأنه إذا ما نجحنا منخاف شو رح يقولوا الناس عنا كيف رح يشمتوا فينا لازم ما أعمل ولا غلطة لازم ما حدا يشوفني ضعيف منخاف نبين مشاعرنا لازم ما حدا يحسني إنه أنا ضعيف أو تعبين أو قلقان لازم دايما نكون قد حالي يماسك نفسي واتجنب المشاكل اتوقع المشاكل حتى قبل ما يصيروا كمية ضغط على النفس وشروط ومقييس بتخلي الإنسان يختنق ويخنق غيره مش ممكن نقدر نعيش هيد الحياة أعباء وشروط وتوقعات كلها بتسرق فرحنا وبتسرق كل فرصة للسلام بحياتنا هيدا هي الخريطة الحقيقية لنفسنا لقلبنا لما شعرنا لما بنكون أشخاص عم نحاول نوصل للكمال بشكر الرب اليوم من كل قلبي أنه أنا ما عادت بهذاك المطرح وبشكر الرب على حرية عدم الكمال وبتذكر كيف لما كنت إنساني مثالية ما كان فيه أي شيء يرضيني لأنه ما أيسي كنت كانت كتير عالية وكنت بالوقت نفسه فكر أنه أنا صح والعالم كله غلط بالأحرى زوجي وولادي غلط أنا الصح واليوم بقول لنفسي كيف قدروا يتحملوني كيف قدروا يتحملوني بشكر الرب بشكل خاص على توضع زوجي لأنه قدر يتحمل جنون مثاليتي لكن ما حدا لازم يتحمل هيدا الجنون مننا لأنه نحنا نفسنا مرهقين ومجننين نفسنا والوقت نفسه كأنه علقانين بفخ كأنه علقانين بفخ لما منكون مثاليين منصير كمان نقاوم التغيير ما بدنا نتغير وما نفكر أنه هيدا قوتنا أنه نحنا نبقى مثل ما نحنا ونفكر حالنا طالعين ولازم نبقى طالعين بالعكس نحنا بلشنا ننزل ورح نبقى نازلين بسبب المثاليين في فرق كبير بين المثالية والاجتهاد المثالية فيها كبريا وفيها خوف بيدفعونا من دون وعي وبإفراط وهوس أنه نعمل الإشياء بشكل كامل أو بيخلونا نشعر بالشلل يا بدنا نعمل الإشياء بشكل كامل يا أما منشعر بالشلل وما منعود نعمل أي شيء وبالحالتين نحنا رح نهمل إشياء تانية مهمة لنفسنا ولعلاقاتنا مع الوقت هيدا المقاييس العالية بتخلي كل شيء عم نعمله صعب ومكلف ومرهق ومنصير نأجل التأجيل كمان هو من النتائج الخطيرة من أخطر النتائج إذا بدكن للمسالية والسعي للكمال عنا صعوبة نكمل يلي بدينا فيه عنا صعوبة نكمل بالطريقة نفسها ولأنه ما فينا نكمل بطريقة نفسها منستسلم مرات أهم أهداف حياتنا أكبر أحلام عنا إياها منتركها لأنه ما أيسنا كتير عالية لكن شو الأفضل؟ اترك حلمي؟ عيش بيأس؟ اشعر بالفشل؟ أو كمل يلي بديته حتى لو كان ناقص وفيه ثغرات ومش متل ما أنا بفكر هيدا هو الكمال المثالية بتخلينا بدنا نعمل كل شيء وحدنا عنا صعوبة كبيرة نطلب مساعدة أو نعطي حدا يعمل أي شيء عنا هيدا بيخلينا نوصل لحب السيطرة لأنه ما منوثق أنه أي إنسان فيه يعمل الأشياء الصح أو مثل ما نحنا بدنا لكن السؤال هل أنا في أعمل كل شيء وحده؟ مهما حاولنا نبين أنه نحن أبطال وقادرين وعنا قوة هل فينا نعمل كل شيء وحدنا؟ مش ممكن هل وقتي إلو إيمي أكبر بمطارح تاني؟ هل لازم ضيع وقتي كله بهيدا المحل؟ أم لازم حط وقتي بمحل إلو إيمي؟ كتير سهل أنه نحس أنه أنا ما عم بعطي المطلوب عم بعطي أقل من المطلوب لكن فينا نتعلم نركز على المناطق يلي وقتنا وحضورنا والإشياء يلي نحن نقدر نعملها بتضيف إيمي أكبر وبتكون أهم بدل ما نضيف خمس ساعات في يقعد ساعتين من هالخمس ساعات مع أولادي شارك معهم بأي حديث بأي شيء عم يحكوا فيه وين قيمت وقتي أكبر؟ بالتنظيف أو بحضوري مع أولادي حتى لو عم يمزحوا وعم يضحكوا وعم يعملوا إشياء أنا ما عندي وقت لإله في حدا غيري يعمل الشيء ويتعلم يكون مسؤول؟ في يقصم الإشياء على أوقاتي وإقبل بالعادي مش بالفوق العادي؟ كيف فينا نعيش أحرار من المثالية والكمال؟ الله ما بده إينا مستعبدين للكمال يعني نحاول نوهم الناس أنه ما عنا أغلاط وما منقصر وعنا القوة حتى نعمل كل شيء بدنا نعمله وما منعمل إلا الأفضل وأفضل من الكل المجهود يلي منحطه حتى نكون مثاليين برجع بقول مدفوع بالكبريا ومدفوع بالخوف يعني الدافع وراء مثاليتي هو كبريائي وخوفي خوفي أنه ما نال موافقة الآخرين على نفسي على قيمتي على اعتباري على قدراتي هيدا بيخلي تركيزنا مثل ما قلت نفسنا مش الله مش محبة الآخرين مش رغبة تكريم الآخرين مرة تفكر أنه أنا بدي نضيف بيتي على أفضل وجهه بدي أعمل أفضل طاولة هيدا تكريم للناس يلي عم يزوروني أبدا هيدا المثالية والجنون والخوف من التأثير والغلط سببه كبريائي وسببه خوفي يلي بيدفعنا للكمال منه الإيمان ولا المحبة وكل ما ليس من الإيمان فهو خطي الله بيدعينا أنه نشيل عيوننا عن نفسنا وبيعلمنا كيف نقيس نفسنا وكيف نقيس وضعنا مش بالنسبة لغيرنا نحط عيوننا على المسيح ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع ما بدوا ينا نتبع المثالية حتى المثالية ما تشلنا لكن نتبع المحبة يلي فيها رأفة المحبة فيها لطف المحبة فيها تواضع المحبة فيها وداعة ما فيها كبريا فيها طول أنات فيها احتمال بعضنا البعض احتمال أخطائنا واحتمال أخطاء غيرنا ومتل ما بنتحمل أخطاء الآخرين نتحمل أخطاء نفسنا فيها غفران هاو دي هن يلي بيخلوا المحبة وحدة رباط الكمال المحبة بتكملنا مع الله وبتوحدنا مع الآخرين ما منعود خايفين يحكموا علينا منصير نقبلهم وبيتعلموا يقبلونا بس نتعلم نقبل نفسنا نحارب معارك حياتنا بإيمان ولو مش كاملين الله ما بدو ينا نعمل كل شي كامل مثالي لكن نعيش مثل الأطفال معتمدين على إيماننا بأعمال صادقة تجي من المحبة مش من الخوف مسيح بيقلنا أنا بغفر لك بشكل كامل ماضيك حاضرك مستقبلك ببررك بشكل كامل ما بشوفك ناقص ما بشوفك خاطئ انت كفوق مكمل مقبول مسيح بيقلنا ادخل إلى راحتي لكن المثالة والمثالية شو منقول لنفسنا لما منكون مثاليين كتير مهم أنه الناس يفكروا فيه بطريقة معينة حتى أصل للي بدي إياه لازم أنا سيطر على الأمور وعلى المواقف لازم إرسم صورة كبيرة لكن هذه الصورة الكبيرة ما النواقعية خايف أنه ما حدا يعتبرني ما حدا يحترمني ما حدا يكرمني لكن هل رح أوصل للراحة؟ هل رح أوصل للراحة؟ المسيح بيدعينا ادخل إلى راحتي من يقبل إلي لا أخرجه خارجا لا أخرجه خارج أماني وحمايتي وراحتي قل له يا رب أنا مني كامل وما فيي يكون كامل محتاج إلك المخلص الكامل أنا اليوم مولود من جديد منك يا رب متجدد بروح ذهني بصلي إنك تكسر روح المثالية يلي استعبدتني لأني تعبت وتعلمت أعمل كل شي كرمال الناس حتى يقبلوني أنت قادر تكملني يا رب وتقدسني غيرني بقوة الكلمة وعمل الروح القدس خليني أعطي بعض الخطوات العملية حتى نقدر نتخلص من المثالية نرجع للتفكير الواقعي نستبدل الانتقاد الذاتي انتقادنا لنفسنا بأفكار وكلمات واقعية بتساعدنا نتقدم ونتغير كلامنا مع نفسنا له أكبر تأثير على مشاعرنا وعلى سلوكنا من خلال أفكارنا منأثر مش بس على نفسنا لكن على أهدافنا يلي عم نحاول نوصلة نعطي نفسنا فرصة نفشل ما فينا نهرب من الفشل والفشل ما بيعني أنه لازم العمل يوقف نتعلم نقول لنفسنا دايما الغلطة ما بتعني أنه أنا غبي وفاشل ما بتعني أنه أنا ما فيه أعمل يلي غيري بيعمله الغلطة بتعني أنه أنا مثل غيري وأنا مثل غيري معرض للغلط هيدا هو التفكير الواقعي يلي بيساعدنا أنه نتغير بدل التفكير غير الواقعي أنه أنا لازم كون كامل هيدا تفكير منه واقعي نوقف الكلام السلبي تجاه نفسنا تاني شي حتى ما نظل مشغولين بالتفاصيل لأنه الأشخاص الميثاليين دايما مشغولين بالتفاصيل نسأل هل فعلا هالشيه له كتير أهمية؟ كتير مهم؟ نضيف شبابيك البيت لأنه جايين الضيوف؟ شو أسوأ شي ممكن يصير؟ إذا طاولت منه جاهزي مية بالمية ووصلوا ضيوفي شو أسوأ شي ممكن يصير؟ إذا حدا شايف بقع صغيري على تيابي شو أسوأ شي ممكن يصير؟ هل ممكن اتخطى هيدا الموقف؟ هل هيدا الموقف رح يضلق له أهمية كبيرة بكرة؟ أو بعد سنة؟ المشكلة مع المثالية هي أنه عندنا فوبيا مرعبة خوف مفرط من الخوف أنه ما نكون كاملين مرعبين من الأغلاط نتعلم نواجه الخوف مواجهة الخوف هي الطريقة الوحيدة حتى نقدر نتخلص من الفوبيا مثلا إذا منخاف من العتمة نجرب نقاط خمس دقايق بعدين عشر دقايق رح نلاقي أنه فينا نتحمل العتمة والعتمة ما بتعني أنه ما فيه أمان نحط حالنا بمواقف منا مثالية حتى نتخلص من الفوبيا المثالية نوصل آخرين على زيارة مثلا خمس دقايق إذا نحنا دايما بدنا نكون على الوقت وهيدا مش للأشخاص يلي دايما بيوصلوا مؤخرين حاولوا توصلوا على الوقت لكن إذا نحنا مثاليين حاول نأخر نفسنا خمس دقايق ونتحمل حتى نخلص من محاولة الوصول للكمال نخلي منطقة صغيرة من البيت بدون ترتيب مية بالمية حتى لو فيه حدا جايز زورنا ربما نكون مرعوبين عم نعمل شيء ما بيشبهنا لكن منا نهاية العالم رح نكسر خوفنا من رأي الناس وخوفنا من الحكم علينا لما منكون تعبنين مش قادرين نعمل شيء نقول لحد تاني قول لحد تاني إنك تعبين ما نعمل حالنا سوبر وومن سوبر مان نشارك مع حدا إحساس نعتبره إنه ضعف مثلا أنا محتاج لمساعدة أو مش عارف شو الأرار الصح المثاليين ما بيحبوا يبينوا إنه هن ضعاف أو فيه إشي ما بيعرفوها الهدف إنه نسمح لنفسنا إنه تظهر بحرية وراحة شو مكانة الظروف وخلينا نتذكر إنه لما منزل مأييسنا ما بيعني إنه ما عنا مأييس مش الهدف إنه نتخلى عن مبادئ ونصير بلا مسئولية أو ما نعود نهتم ونصير فوضويين بالحياة ونعمل الإشياء بشكل عشوائي لكن الهدف إنه نكون واقعيين ونحط مأييس واقعية بتخلينا نعمل أفضل شي فينا نعمله من دون ما تكلفنا إشياء مهمة مثل حياة عيلتنا صحتنا النفسية والجسدية وراحتنا سلام نفوسنا وعلاقنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر